تعتبر قرية زبالة تاريخية الواقعة في منطقة الحدود الشمالية أحد أهم القرى التاريخية التي تضم أحددا من الآثار التي يعود تاريخها للعصور القديمة المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي نتابع على بعد 25 كم من محافظة رفحة تقع قرية زبالة إحدى أهم القرى التاريخية في منطقة الحدود الشمالية والتي يعود تاريخ نشأتها لما يزيد عن أربعة آلاف عام أما تسميتها فنسبة لزبالة بن الحارث من العماليق وقيل لزبالة بنت مسعود من العماليق أيضا وما زالت قرية زبالة تحمل نفس الاسم حتى يومنا هذا يرجع سبب تسمية هجرة زبالة إلى زبالة بن الحارث من العماليق وقيل إلى زبالة بنت مسعود من العماليق وأيضا قيل أنها تزبل الماء ويعود تاريخها إلى عهد العماليق أي قبل أربع ألف عام تمتاز قرية زبالة تاريخية بوجود عدد من البرك والآبار والقلوب الصغيرة والكبيرة والتي تتجاوز الثلاثمائة وخمسين بعضها ما زال موجودا حتى اليوم تضم قرية زبالة عدد من البرك القديمة وهمها قرية بركة زبيدة وفيها عدد من الآبار الكبيرة وأيضا الآبار الصغيرة التي تتجاوز عددها ثلاثمائة وخمسين أبيرا في العصر العباسي بلغت قرية زبالة تاريخية أوجز دهارها إذ كان فيها سوق من أسواق العرب وهي أحد منازل درب زبيدة لوقوعها على طريق الحجاج الذي يربط بين الكوفة ومكة المكرمة